ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تحترم كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تسعى لإيقاف الحرب خروقات عديدة رصدتها القوات الحكومية وصلت خلال يومين الماضيين إلى أكثر من مئتي خرقا من قبل ميليشيا الحوثي في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة ومارب والجوفة المركز الاعلامي لمحور تعز أكد أن خروقات الميليشيات المدعومة من إيران للهدنة فيتعز متواصلة منذ لحظة إعلان الهدنة قبل تمديدها لشهرين إضافيين وبلغت 2178 خرقا في مختلف جبهات المحافظة ويأتي تصعيد العمليات القتالية في مارب وتعز مع السمرار تعثر الوصول إلى حل برغاية الممتحدة بشأن فتح الطرق بالمحافظات ومع بدء مشاورات عسكرية بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الميليشيا في عمان لمناقشة الخروقات والسمرار الهدنة الإنسانية وفي مارب أفشلت القوات الحكومية محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقعها في جبهة المحورين الجبلي والرملي فيما تم إفشال تحركات قتالية حوثية في الجبهات الجنوبية في حين استهدفت الميليشيا مواقع القوات الحكومية في الجبهة الغربية بالمدفعية والمسيرات المفخخة ما تسبب في إصابة أربعة جنود في جبهة المجيح بمديرية سروع وفي الضالة استهدفت الميليشيا سيارة إسعاف بمغذوف من طائرات مسيرة في منطقة باب غلق شمالي قعطبة ما تسبب في إصابة أربعة أطباء وحول مشاورة فتح الطرق في تعز ومحافظة أخرى التي ترعاها الأمم المتحدة أفاد مصدر في الوفد الحكومي بأن الميليشيا الحوثية تحاول الالتفاف على مقترح المبعوث الأممي بهذا الخصوص من خلال سعيها الحثيث لفتح طرق فرعية من جانب واحد في تعز وأنها تسعى لفتح طريقين فرعيين للهروب من التزامها المتعلق بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بالطرق والمعابر المؤدية إلى مدينة تعز